أكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني النائب أيمن محسب أن إعلان رئيس السيسي البدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحويلها للجهة المعنية يعكس جدية الدولة في التعاطي مع الحوار الوطني ويكلل نجاح جلساته وتوقع نائبا يصبح الحوار الوطني نقطة فارقة وتحول حقيقي في تاريخ مصر خاصة في ظل جدية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الدعوة لإجراء الحوار في التعامل مع التوصيات التي يتم التوافق عليها منذ انطلاق بدء القوى السياسية في تقديم مقترحاتها والرؤى الوطنية الخاصة بها وحتى خروج التوصيات النهائية التي تعد إنجازا جديدا يعبر عن التفاف الشعب المصري حول هدف نبيل هو الدولة المصرية